نما إلى المحكمة الدولية بحسب إختار بالتوقف والامتناع وجهته إلى الجديد أن القناة أعدت تحقيقا مع أفراد يزعم أنهم على صلة بالمحكمة الخاصة بلبنان وأن أفراد ينتسبون إلى تلفزيون جديد قد تحدثوا إلى شهود المحكمة المزعومين واستخدموا في ذلك هويات كاذبة وكاميرات خفية ورأت المحكمة أن هذه الأفعال قد تشكل تدخلا في سير العدالة عن علم وقصد وقد تعرض للخطر أمن الأفراد الذين أجرى تلفزيون جديد مقابلات معهم ووفقا للمادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة فأن هذه المحكمة قد ترى أن أولئك الذين يتدخلون عن علم وقصد في سير العدالة قد ارتكبوا جرم تحقير المحكمة وللمحكمة صلاحية أن تعتبر أولئك الذين يرتكبون جرم تحقير المحكمة مسؤولين مسؤولية جنائية عن ذلك ولها أن تفرض عليهم العقوبات المناسبة ولفت رئيس قلم المحكمة موقع الإختار انتباه الجديد إلى قرار قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن عدم الكشف عن المعلومات السرية وتابع إختار المحكمة أنه لا بد من التوقف فورا عن نشر أي مقابلات أو تصريحات أو صور أو نصوص كتابية لأقوال شفوية لأفراد يعتقد أنهم شهود محتملون للمحكمة لذلك فأن رئيس قلم المحكمة يطالب باسم المحكمة تلفزيون الجديد وموظفيه والمنتسبين إليه بالتوقف والامتناع فورا عن نشر أجزاء المقابلات المذكورة أعلى بأي وسيلة من الوسائل وفي هذا الصيق نمى إلى قناة الجديد أن قرارات المحكمة الدولية غير ملزمة للإعلام اللبناني من الجهة القانونية وأن المرجعية القانونية الوحيدة للإعلام اللبناني هي القانون اللبناني لذلك ستقوم قناة الجديد بدراسة الملف قانونيا على أن تتابع لاحقا عرض التقارير الخاصة بشهود المحكمة